السلام عليكم كيف عاملين كانت منا تكونوا باخر وعلى خير غادي نقدم لكم الحلقة الاخيرة مسلسل اه المختفي مو مصدقائي غادي نقول لكم بان فرح غادي تواجه مع الزينة بوغيتة وفاتحة وسيهام هي اصلا من اللون كانت عارفة بان ذاك شي كامل في شي حاجة ما يحتل هي ذاك شي علاش خرجات بيناتهم وزا ادكتاشفنا ان سيهام كانت كتعاون الاب ديال فرح ذاك شي علاش فرح ما قاستهاش وما قربتش ليها ولكن هذا المواجهة أصديقائي سنتصدموا بالزاف الشكر اللي ستطلب من فرح حاذت اقول لها عفك سمحي ليهم روما أصلا عيدهم غير مهدي هو اللي قال لهم هشنوا تديرو هشنوا يديرو هشنوا تديرو هي سيهام هي اللي اللي ستطلب وقدت قل لها عفك سمحي ليهم وزا ادكتا حميد قال لها ما تقديهم مش بزاف هما ما داروا اطيشي حاجة يعني شكو اللي كيستاهل الدنب كيستاهلو مهدي وكيستاهلو ياميد وما اللي دارو دك الشي كامل وخططو ودرسو ديك الخطة مزيان ولسقوها في الأب دي الفارح يعني فاش غادي تبقى يعني تبقى تشوف فيهم بأنهم فعلا راهم ندموا فعلا بغوا سماحها وفعلا كيعتادروا منها غادي نشوفوا بأن فارح ما غاديش تبقى مركزة عليهم بزاف غادي تقول لي مركزة على ياميد وعلى مهديك كيفاش غادي تدير حتى غادي تنتاقم منهم ياميد في الأول كانت دات زينب فعلا هي حقدات عليهم وبغت أن ياميد يصفيها الزينب ولكن الخطة ما صدقتش شنبي أن زينب خرجات لكن الخطة دي الفارحة صديقها اي وهي غادي تخلي أن مهدي هو اللي يصفيها الياميد لأنني كما قال لها الخالدية لها هو اللي غادي يكون مخطط لهذا الخطة هي غير غادي تعاونه غادي يخطط باش مهدي يخرج وانتاقم من ياميد يعني مهدي فاش غادي يخرجوه من ذيك البلاصة اللي محبوس فيها غادي يقولوا لي بأن ياميد راه هو اللي يشدك وهو اللي يحبسك هنا وغادي يقول لي حاميد بأن رك بقيت فيا وخرجتك ومنسيتش ذك شي كامل اللي كنت يقدير معايا وكنت خدام عندك ولكن ما قدرتش ما زال نزيد في هاد الشي اللي كيدير ياميد قررت باش أنني نخرجك ولكن راه هو اللي ذلك هاد الشي كامل هو اللي يزلك الفلوس ديالاك هو اللي يحبسك هنا مودة هو اللي بغي يحبسك هنا حتى صافي تمشي فيها المهم غادي بدي عمر لي راسه زيان غادي بدي عمر لي راسه بأن ياميد واحد الإنسان اللي هو خايب وبغي لك غير الشر المهم هدي هو فاش غادي يخرج غايبقى فيه الحال بزاف حيث ما غايبقى وعندو لفلوس لاتاشي حاجة يعني الفلوس اللي كانوا عندو اللي خرج من البنك وشفرهم الزينب كي يضل بأن أخداهم ليه ياميد زي عمال انتي قام دي لدك شي كامل ديك الفلوس اللي كان كي بتزو ياميد زي عمال رجع فلوسه ولكن غادي يكون غالط هنه غا نشوفه صديقها اي مهدي غادي يمشي ديرك تلياميد وغادي يصفيها لي يعني غادي يصدق دك شي كامل اللي دار الأب ديال فرح فاش دخله للحبس على أساس أنه صفاها المرت ياميد دوز واحد المدة طويلة داك شي علاش مهدي حتى هو غادي يدوز ديك المدة الطويلة اللي دوز الأب ديال فرح وغادي يحس بيها الناس وماشي غير هاكك راح بزاف ديال حويش ديرهم خايبين مهدي يعني غادي يصفيها لياميد غادي يشدوه لحقا شفر الفلوس ديال مرتوه هراب غادي يشدوه بأنه كي بقي يبتز في الناس يعني أصلا ديك الشركة دياله ديال سير تيفي كي بقي يبتز في الناس مشي يعطوه الفلوس بزاف ديال حويش صفي مهدي غادي يمشي فيها ديال بصح هذي كي الخطة اللي غادي يدين لها حميد أما بالنسبة فاتيحة وكذلك زينب وكذلك غيتاء صفي هذوك بحل صفي زعمار راح نتاقمت منهم وما غاديش ما زلت حديهم ولكن غادي يطلبوا منها السماحة وخاءنا فرح صديقائح تهي غادي تشد في الآخر البوليس غادي يشدوها لحقاش غادي يقولوا ليها علاش ما جيتيش لعندنا وحنا غادي نقوموا بالواجب دياله علاش مشيتي نتياك تبقي يعني كدير بكل شي باش أنك تشدي حق ديالك ولكن غادي نشوفوا أن حميد هو اللي غادي يلصق فراسه كل شي ما غاديش يلصقها بفارح غادي يقول لهم أنا اللي درتك شي كامل أنا اللي بغيت نتاقم منهم أنا اللي قيت فارح أنا اللي قتله هاش من الدير هاش من الدير هاش من الدير هاش من الدير المهم حميد هو اللي غادي يعترف على راسه بكل شي لكن غادي نشوفوا أن البنات زينب وصحابتها غادي يسمحوا ليهم غادي يقولوا ليهم بأنه ومرا سمحوا ليهم وغادي يقولوا ليهم بأنه فعلا دك نهار يعني زينب يلا غادي تجلس بصح وغادي تح كيل يوم داك شي كامل لاترة قدي تقول لهم فعلا داك النهار احنا ما شفنا تشي حاجة ولكن حاسين بان شي حاجة ما شيحتال هي وحاسين بان هم هما اللي دارين شي حاجة وبغاو لسقوها في الاب دي الفرح يعني الحقيقة اصدقائي غادي تبان وبالنسبة لخاليد خاليد اصدقائي غادي مشي عصارف وغادي خرجو داك الراجل لتشد دولمن ففي السيد غادي مشي تاهو مشا فيها احقاش طماع باغي الفلوس وبغي وصل دغية ولكن في الاخير ما صور حتى شي حاجة وبالنسبة اصدقائي العالي عالي غادي نشوفوا بانه غادي رجع مع غيتا عالي غيتا عفوا غادي يقولوا لها لبنات فاتيحة غادي تقول لها شوفي راه راجلك راه فاشكنتي يعني طايحة مريضة راه كاللي الكامل هو كي بكي راه فعلا راه كي بغيك وفعلا اصدقائي غايرجعوا مع بعديتهم وفعلا غادي مشي تداوة عن الطبيب بنفساني يعني العائلة غادي ترجع مع بعديتها وبالنسبة لكاريم كاريم اصدقائي قتليكم راه هو الاخ ديال صوفيا وبالنتخال الفرح راه هي صوفيا وهي صديقائي حيث كي ما شوفنا بانه صوفيا دخلت الحياة ديال غيتا غا تضمرها كتتقرب لها من راجلها ما كتحملهاش فاش كتدربها كتبقى تعيب فيها وما كتحملهاش لان صفتاتها فرح وكاريم راه هو الاخ ديال صوفيا وهاد الشي غادي نكتشفوه في الحلقة الاخيرة وبالنسبة لصديقائي كذلك حتى نبيل نبيل حتى هو ما دارت تاشي حاجة نبيل رغيل الصقولي هذيك القاضيات يلي ادوك يمشي مع البنات فرح يلي دارت تاشي كامل والمهم يا صديقائي بغيت نقول لكم انا حتى ديال خدامة اللي خدامة عند فاتحة راه مشاركة مع فرح لانا كيفاش دارت اصلا فرح حتى دخلات البيت النعاس وحطات ديال حلاقة يعني ساعدات هالخدامة خلاتها انها تدخلوا اللي اعطتها لها وحدة فيهم وحطاتها لها تماكينة حدك شي علاش فيها صديقائي بان الخدامة فاش كانت تشطة بالبيت مشي تديرك لديك الحلقة وعطاتها لوقات لها هذي ما عارت وش ديالك باش نيت زي تأكد لها الامر والمهم ما صديقائي غادي نشوفو ان كل وحدة غادي ترجع لحياة ديالها وكل وحدة غادي تدير ذاك شي كامل اللي كانت مول فكاد دير وزو بيضاء صديقائي حتى هي غادي يلقاوها مشاركة مع مهدي مشي مشاركة معاه لحقاش شدات وفرح لا مشاركة معاه فاش سرق الفلوس من البانك وفاش دار ديك الخطة كاملة فاش بغي يهرب ركنت السيدة عارفة بانه غادي يهرب عذاك شي علاش كتقول بان ولدها هي متأكدة بان ولدها ما ماتش كيس حاب لها بان ولدها خدي الفلوس ومش في حاله ولكن ما عارفته شرح مش دود في ديك البلاصة وشده فرح حتى هي صديقائي غادي تدخل الحبس بالنسبة لدار ديال زين برا غادي ترجع ليها بالنسبة لديك الشركة صديقائي زين بغادي تغير فيها بزاف ديال الحويج لانه فرح غادي تعطيها حتى السير ديال بيلال غادي تقول لي هاداك راح ما كيسواش هاداك رك يدير بزاف ديال الحويج اللي هما خيبين فاش كنت خدامه معاه المهم غادي تفضحوا بيلال حتى هو صديقائي نيت واحد الانسان اللي باغي غير يوصل واخا انه يدير شي حاجة كدوب ولا هادي ماشي مشكل بغي غير يوصل مهم بزاف ديال حويج اصدقائي غادي بانوا اهم حاجة انه فرح غادي تسمح ليهم وفرح غادي تقدر دابت هنا وفرح غادي ترجع التوركية من الجات وغادي تقدر انها تكمل الحياة ديالها عادي وحتى هما غيكملوا الحياة ديالهم وغيتا غادي يلقاوها بانه فعلا ما شي هي اللي اعطات ذاك الدول كامل كامل غادي يعطوه ميدالية وغادي تكون غيتا معاه غادي تفرح بزاف وغادي يكون حتى عالي وغادي يفرحوا كاملين وغادي تكون حتى صوفيا والمهمة صديقة هي اعطيتكم بعض احداث مسلسل حلقة الاخيرة لعنده احدى توقعاتي خليمنا افتعاليكم السلام عليكم